بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعا لخلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لبحث مستجدات التعامل مع وباء كورونا في ضوء التطورات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأردن بقيادة سيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وبتعاون الأردنيين والتزامهم قدم نموذجا رائعا خلال هذه الأزمة ووصل إلى عدم تسجيل حالات إصابة لمدة ثمانية أيام قبل الحالات التي سجلت أخيرا وأننا قادرون بإذن الله بمزيد من الالتزام والتعاون والصبر للعودة إلى ما كنا عليه من حالة إيجابية جرى خلال الاجتماع أيضا مراجعة وتقييم بعض الخطط التي تعمل عليها الفرق المختصة في مختلف الكطاعات وذلك في ضوء تطورات الوضع الوبائي وذلك أيضا بالتزامن مع السماح لغالبية الكطاعات بالعودة إلى العمل وقرب حلول عيد الفطر السعيد وسنعلن عن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في هذا الإطار بعد التوصل إليها بصيغتها النهائية كما تقرر خلال الاجتماع رفع وطيرة العمل وتكثيف الجهود من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بساقي الشاحنات على حدود العمري وقد تم اليوم توفير مئة كرفان للموقع ويجري العمل حاليا على تجهيزه بجميع الخدمات المطلوبة كما سيتم بناء مخيم في الموقع لاستيعاب جميع السائقين العائدين وإخضاعهم للحجر وبشكل مؤقت سيتم إخضاع السائقين العائدين حاليا للحجر الصحي الاحترازي في المدرسة العسكرية بمنطقة الأزرق لحين تجهيز موقع الحجر الرئيس وفي حال كانت هناك حاجة لأي مواقع أخرى لاستيعاب الخاضعين للحجر غير المدرسة العسكرية سيتم تحديدها والإعلان عنها في حينه كما تم خلال الاجتماع بحث إمكانية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات باك تو باك في منطقة العمري أيضا وسيقوم الفريق الوزاري المختص برئاسة معالي وزير الداخلية يوم غد بزيارة إلى الموقع للوقوف على كامل الإجراءات ليكون جاهزا في أقرب وقت ممكن ناقش الاجتماع أيضا آلية عودة موظفي القطاع العام للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد وفق معايير واضحة للسلامة العامة والوقاية وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين سواء في مواقع تقديم الخدمة أو عن بعد وستصدر الحكومة دليلا إرشاديا يوضح جميع هذه المعايير كما تعلمون انتهت أمس المرحلة الأولى من تنفيذ خطة عودة الطلب الأردنيين من الخارج وقد تم تنفيذ 16 رحلة جوية عادة من خلالها 2931 طالبا وطالبة وستبدأ غدا إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية لعودة الأردنيين ممن تقطعت بهم السبل وبعض الطلبة من الخارج من خلال بدء الحجوزات يوم غد وسيتم خلال هذه المرحلة تنفيذ 16 رحلة جوية أيضا وتشمل مدن جديدة مثل دبي وأبوظبي والرياض وجدة وبعض الدول مثل كازاخستان وقبرص وماليزيا بالإضافة إلى عدد من الدول التي تم تسير رحلات إليها خلال المرحلة الأولى وكما وعدناكم ستبدأ أولى الرحلات بتاريخ 15 خمسة 2020 وسنقوم بالتنسيق والتعاون مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنشر تفاصيل المرحلة الثانية هذه الليلة عبر وسائل الإعلام ومتابعة أي استفسارات أو ملاحظات والإجابة عنها تباعا حماكم الله وحما صحتكم وأحبائكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم وشكرا